البطل الذي لا يكل ولا يمل والفارس الذي لم يترج القط فقد كان استشهاده عروجا مباشرا من صهوة الأرض إلى سدرة السماء إنه ناصر الجمهورية أبو منير اسم شاهق في بروج المعالي ومنتهى البطولة الوطنية المعطاء وفي كنيته من إشعاعات النور ما يهتدي به السائرون على دربه ونهجه والشهيد أبو منير سيرة فريدة لبطل نوعي لا تجود به الأقدار إلا نادرا وفي اللحظة الوطنية الماسة إليه جدا والتي لا يسد فراغها إلا وجوده كم كان الشهيد المقدام ناصر الذيباني كثيرا بحجم التعداد السكاني لليمن ومساحاته الشاسعة وكم كان هو الأندر كالذهب الحميري المعتق في جنبية كربائي الوتر وأسعد الكامل وذي الكلاع والتقف اليمن اليوم في الذكرى الأولى لاستشهاد البطل الشامل والمكتمل ناصر الذيباني تحية عسكرية لمقامه الرفيع وعرفانا مع باقة الورد لأدواره التي أعيت من جاء بعدها تناظرا ومثيلا لقد ذهب ناصر الجمهورية أبو منير بمفهوم البطولة إلى ما هو أبعد وأوسع من تعريفها المعجمي المعتاد بل هو من منح البطولة فلسفة جديدة وأشمل دلالة في الأداء والمفهومية كل الجباهات هي بيته وكل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هو جنديهم المخلص قبل أن يكون قائدا عليهم في غبال المعارك وسنوات النار والدم والدخان وسيظل الشهيد ناصر الذيباني فكرة حية ومشروع نظال في المستقبل ومعلم من معالم المجد الشاهق وشواهده الخالدة الدالة على فرادة الإنسان اليمني وأصالته وصلابته ترجمة نانسي قنقر